من جانبها أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول أمريكي أن قرار سموتريتش بعدم تحويل أموال الدرائب إلى سلطة الفلسطينية يهدد استقرارها مشددة على ضرورة الاستمرار في نقل الدرائب إليها دون تأخير كان وزير المالية الإسرائيلي قد هدد في وقت سابق بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوى قضائية محتملة وذلك ضمن خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وردا على قرار دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين